غيابات بقى ريال مدريد اللي زادت قوي لحسن الحظ لحسن الحظ مين هم اللي هيغيبوا غالبا عن مباراة النادي الاهلي؟ تعالوا نشوف تيبو كورتوة غياب عن مباراة الريال اليوم أمام ريال مايوركا حيث شعر بألام في العضلة الضمة قبل المباراة أثناء الإحماء وقال أنشلوتين الموديل الفني الفريق أنه سيخضع لي فحصات طبية يوم الأثنين وعلى ضوء هذه الفحصات سيتم تحديد موقفه من لقاء الأهلي أفضل حارس في العالم ربما يغيب عن مواجهة النادي الأهلي يا رب شوفي يا أخي بشجع ريال مدريده بحبه بس إن شاء الله يعني مع اللعبة كلها ما تبقاش موجودة اليوم ده كريم بن زيمة أفضل لاعب في العالم يعاني من إصابة عضلية والتقايل الإسبانية تشير إلى أنه سيسافر مع ريال مدريد إلى المغرب لكن هناك شكوك حول اللحاكم ومواجهة النادي الأهلي يرغبون في تجيزه لنهاء المنديال حال تحقيق الفوز على النادي الأهلي ميليتاو إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد غيب عن لقاء اليوم أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلينسيا قال إن شلوتي المدير الفني لريال مدريد قال إن إصابته لا تبدو خطيرة وفرصه في المشاركة أمام النادي الأهلي قائمة وبقوة وبصراحة لو لقاء الميليتاو أحسن ما يلعب ريال مدريد يعني يليت يلحق وريد جري يوعد على الدك إيدن هزار هيغيب بالنجم البلجيكي عن مواجهة الاربعاء بين ريال مدريد والقالي بسبب تعرضه لإصابة جديدة في رجبته اليسر وموان غايب على طول عن ريال مدريد يعني بالعكس لو وجوده كان هيبقى مهم بالنسبة مندي ليفت باك فريد ريال مدريد زي الأيسر غيب عن مباراة ريال أمام ميوركا في الدولة وهيغيب عن مباراة الأهلي بسبب معاناته من إصابة في الفغض دي برضو إصابة مؤسرة هو بيلعب أحياناً بديفت ألاب عوناتش ناحية الشمال يعني لوكاس فاسكس ستعرض لإصابة عبارة عن التوقف الكاحل وغيب عن مواجهة بنيوركا وسيغيب أيضاً عن مواجهة الأهلي في المونديال دول الغيابات عن ريال مدريد غيابات ريال مدريد عن مباراة النادي الأهلي طيب